وقد شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة وبموجب الاتفاقية يوفر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة اجراءات اختيار المكاتب الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلية والاقليمية والدولية لمشروع تصميم وبناء وادارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة